هو ممكن ولكن يجب أن نسيطر على السوق الموازي زين السوق الموازي نيجي أهل إحنا شوف الآن عندنا تجارة مع إيران ما بها منصة تحتاج إلى شنو آلاف كذا 13-14 مليار بالسنة ما ننجيبها زين تجي الدور تعالى عندك الروتين الموجود بالبنوك زين الآن أي مواطن وحي البنك يطردوهم ما يخلون فلوسهم من أين لك هذا يا أخي تأسحب هذه الأموال خليها داخل البنوك يا ابن الناس الآن السرقات والقتل والاعتداء والتزوير كلها بسبب موجود 120 ألف مليار بالسوق زين عندك الثاني مليارات الآن عندنا الدولارات هم بالسوق هذا في دول أخرى ما موجود كلها بالبنوك والأموال والناس يتعامل مع كل الدول ما أعطى مشاكل احنا مشكلتنا مع إيران ومشكلتنا الثانية بالروتين الموجود داخل العراق والتهريب الدي يصير هذا يمنع كلها يعني من يقدر يسيطر على السوق الموازي بكرة الآن ناس يطرحون دولار بالسوق ينزلوا ويشتروا بعدين يرفعوا ويبيعوا وهكذا ما صارت عندنا قبل مدة ارتفع الدولار قريب الـ 170 صار وما بيش نزلوا نزلوا جوه الأربعين بتلسة احنا مخايفين هذا الآن نزول الدولار تقلبات احنا خايفين من عدد وما ممكن نأمل بيها